كده. وارجعنا لكم بعد الفاصل مع خبرة التجميل والميكب ارتست امي حاصل. ازاي. ازايك عمضة ايه? الحمدلله تمام. عمضة امي. تمام كوي. الله بار. شمدلله كله حاله. الجمال ده. بجد احنا يعني بنشيد باختيارة الموديل. الحمدلله. قولنا بقى انتي اه بدأت ازاي? بدأت ازاي كميكب ارتست. انا اساسا كان الموضوع عندي هوية. يعني انا ترامي بحب اعمل ميكب. بحب قوي اعمل ميكب ده ناس صحابي في فرح مسلا ارايبي او كده. فانا ملقيت الموضوع ده عندي فقلت اتعلم يعني اخد كورس زلو كده. اه فعلا خد كورس. اه وتعلمت حاجات بقى اكتر. اكتر انا مكنت تعرفها. بس الموضوع جميل هنا يعني. لكن مالش علاقة بدرستك خالص. لا لا انا خريجت اعلام اصلا. والله. اه. فبس دعوك مكاني طعيب. اه ربناه بسها برضو اه يعني طرح بتاعت عروسة. لا لا طرح بتاعت عروسة بس قلت لقى كده اهدايا يعني سامل اكتر. طب بتبدأ ازاي بقى ميكب العروسة اول حاجة بتبدأ ايه. عشان برضو الناس اللي هي ميكب ارتس لسه مبتدئين مسلا بيجي لهم شغل عرايس. تمام. بيبقوا عايزين برضو يتعلموا. اه اه. فانتي اتفاديوهم بايه. بص هو بالنسبة لحد مبتدئ. اه. بنبتدي بالعين والحواجب. عشان طبعا احنا ما ينفعش نبتدي بالوش. بنحط فونديشن في الوش. وكده ما ينفعش بالنسبة لحدة مبتدئة. عشان ممكن باودر بتاع الايشادو ينزل. فمش هتعرف تصلح ده. فالافضل ان احنا نبتدي اه نحط الكونسيلر في العين. نسبت بباودر. وبعد كده بنحط بقى الايشادو. حسب بقى العين هي اللي بتدي من المساحة دي ان انا اه ان انا اشتغل عليها. لان ما بطنها غير العين الجوفية غير العين اللي فيها مساحة ديرة. خيعة. الدايقة. الدايقة. بالضبط كده. فانا ببتدي بالعين. وبعد كده بعمل الحواجب. ماشي. وبعد كده بدخل بقى على بيز البشرة. الفونديشن بقى في البشرة كلها. بسبت طبعا باللوس باودر. بسبت بالباودر عمتا. تمام وبعد كده كنتور بقى والديتيلز الثانية دي. بس انا الخطوة بتاعت الحواجب والعين. لما بتخلص معي بحس ان انا كده خلاص خلصت خمسين في المائين من الميكب بس او من العروسة. طب انا دلوقتي لو عروسة وجيالك وعايزة ميكاب هادي وخفيف وانتي شايفة اللي انا مثلا سيء اللي انتي فيه فكرة في دماغك تانية خالص هتبقى الاحسن هتعملي اللي انا عاوزايا ولا اللي انتي شايفاها افضل بصي هو انا هسماعك طبعا جدا ولازم قبل ما انتي تقوللي انتي عايزة ايه انا هسألك وحبقى الالوان ايه اللي انتي عايزاها مش هتقول انتي مرتاحة نفسيا حسيت ان رأيك صح وان ماشي على وشك هقولك اوكي تمام او مش واحدة بالك منها هنصحك هقولك مثلا طب ايه رأيك كزا هعملك اللي انتي عايزة بس هغير فتاتش بسيط جدا بس عشان في الاخر برضو هطلعك مفسوطة يعني انا كده كده بقول رأيي واللي بيقولي اوكي بيطلع مقتنع مفسوط وشايف ان ده احسن يعني بس طب انتي تنسحي بايه البنات اللي بتروح الجامعة الصبح بميكاب اوفر لا خالص وانا بالنسبة لي بالنسبة للجامعة هو كونسيدر بس حولين العين ماشي مسكرة خفيفة قوي يعني حاجة بسيطة كده ودلوقتي بصراحة التنت احوار التنت اللي تلع ده بقى حلوة قوي يعني تنت بنستخدمه بلاشر وبنستخدمه روز يعني التنت ممكن نستخدمه بلاشر فعلا اه اه بيبسامل جدا 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 حتى انا كمان التنت بيستخدمه العرائس بحس انه بينطق معي شوية ايه بس فانا من رأيي كده يعني بالنسبة للبنات بترجمع الصبح تمتين في وصفات معينة بتنصحب بيها البنات عشان ترطيب يرتبوا بشرتهم هو بالنسبة للترطيب بتاع البشرة ده ده ترطيب اليومي ده بالزبط ده لازم اي كريم بترطيب بس طبعا احنا نازم نعرف هي انا بشرت ايه مختلطة ولا ولا جفة بالزبط كده عشان اه من بوسط الدنيا تمام اه بس في وصفات بقى طبيعية مسلا في اه موز بالعسل بس اول اول حاجة تعملها عشان في ناس بيجي لها حساسية في البشرة من العسل فتعمل تاست خفيف جدا عند اللقن كده تمام الموضوع ميشي معاها تمام مفيش مشكلة بتعمل الوشها كله حاسة ان العسل بيعمل لها التهابات او يعني حساسية او كده بتبدل اه بيقاموز باللبن اوكي فيه بقى حاجة كتير فيه فيه مسك القهوة مسك الزبادي والخيار بزبط وكيل الروس السودا مسلا مسك الجيلاتين وبرده لبن عشان احنا كلنا بنعاني من فكرة حوار الروس السودا ده فبدلا ما اتوحي برضو الكوافر وتعملي حمام بخار وابرة وكلام ده فيه ناس ما بتقدر تستحمله فالاحسن ده يعني الجيلاتين ولبن طب ده السؤال شخصي بقى الصبرة انت عارفها الصبرة اكيد اه دي بتضيع فعلا بتشيل الدفاعات اللي في الوش اه بالضبط والكوركتور برضو الكوركتور بي احنا بنشوف مثلا فيه عروسة عندها نمش وعايزة الدريب فيه عروسة موكي يكون عندها الهالات السودا جندا بس حضرك عشان فيه ناس ما تعرفش الصبرة يعني انت حالنا ايه هجا الصبرة دي وايه فوايدة بص هو الصبرة او الكوركتور ماشي ده ما هو ده لانا كنت بوضحه لك ده وقت ده ده بيلغي الحاجات الدفاعات اللي في البشرة سواء حبوب لا انا عزع فهو عبارة عن ايه اصلا فونديش فونديش تمام بيداري مثلا حتى عامل تتوحة واجب تتوحة واجب انا مينفعش خالص كميك بورتس ارسم عليه انا لازم انغيه الاول ماشي بسواء فونديشن يمتا كوركتور اللي انا بقول عليه ده وارسم انا ايه هير باي هير انا مع نفسي تمام فهو بيداري حاجات كتير زي ما بقولك التصبغات في البشرة لو حد مثلا عنده حبوب داكنة كده شوية فهو تويز طبعا فيها عرايس لازم لازم نحتاج معها الكلام ده لعن ده مشاكل كتير في بشرته انا مش هينفع اطلعها كده لازم اداري الحبوب كلها اطلعها تم انت انت كشخصيا بتستعملي ايه الصبح كترتيب للبشرة الحضراتي لا انا بستخدم كذا حاجة بس مثلا ممكن غرنيه غرنيه كويس جدا ممكن جونسون جونسون برضو كسعر مناسب قوي وفي نفس الوقت مرتب جيد جدا فانا حالين بس عدوم عليا وساعد كمانا على العرايس يعني طبعا معانا صور عايزين نعرضها لحضرتك وانا جمعك الصور بتاعت الا امي ده قبل الميكب لا ده كان بعد ده بعد الميكب بس هو ممكن بس مش واضح شو عشان الاضاءة اه كده تمام خضتني انا وانت في ايه تسلم تسلم يا كلاني ربنا يخليجي حلوقا ايدي ده كان لك يوم الكريسمس ده كاجوا اه 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 ده كان يوم كريسمس كده يعني ماذي بعدو وده كان لك خطوبة ده ضحة بالضبط صح كده؟ اه عرفتك وبعد هذا تلاعتكم مصيرين ايه؟ كان لك خطوبة اللي كان على ضحة ده لك خطوبة اللي كان في الصورة ده لك خطوبة طيب دلوقتي عايزك تقول للناس بقى اللي بتفرج علينا دلوقتي انت دلوقتي بتنزلي الجامعة او بتنزلي فرح او خطوبة ايا كان اللوك اللي انت عاملها انت بتحط فيه حاجة كتير قوي اه تمام مصبوط صح كده طيب ايه بقى الاعراض الجنابية للميكاب الكتير دي ايه اللي بيحصل ما هو انا ما ينفعش كيومي بنزل بفول ميكاب او بنزل بفونديشن انا انا ما بحبث خالص لا فيه بنات بتروح الشغل كل يوم بتحط ميكاب كل يوم بتحط اوبر ميكاب ما هو حسب شغلها لو الكرير بتاعها عايز ده فهيبقى غزبرا عنها بس هتستخدم بقى حاجات تانية زي ما بقولك يا الترطيب صح يبقى غزبرا عنها اه الترطيب والحاجات دي فهتبقى غزبرا عنك انت بقى اهميدي حاجات تانية مثلا فيه دي اوف عندك مثلا استخدمي امسكور الترطيب حاجات طبيعية لكن بالنسبة للبنات اللي عادي مش مش لازم تحط اه يعني كده ميكاب فول ميكاب يعني لأ هو كونسيلر وتنت او بلاشر وحيروش خفيفة اوي بسيط جدا مع كونسيلر مع مسكرا يعني انا نفسي بعمل كده مع عشان حدثك زي الامر يعني لكن فيه بنات تانية لا يعني مثلا فيه بنت بتغير ميكاب حاجة وبعد الميكاب حاجة تانية خالص اكيد بس هنبدل كده طول اليوم يعني كل يوم وانا رايحة جمعة اكيد طبعا ماشي انا معايك في حاجة زي كده بس هي هتحلك بشرتها ملاهاش حال غير كده انت دروقتي بتقول لي لي انا عايزة الميكاب بيخليلي مختلفة تماما ماشي فماشي حاببتي حطي اوكي حطي فول ميكاب زي ما انت عايزة بس بشرتك انت هتجهد هتجهد جدا بس ولما يجي عريس يتقدم لك هيتصدم هيتصدم صدمة عمو هيتصدم طبعا كده انا بانصح خليك حاجة خفيفة كده بالضبط عشان حتى يوم فرحك تظهري انا بحب قوي العروسة اللي بتتيجي وهي اسلا انا عارفة ان هي ما بتخطش فعلا بتظهر تماما ضعف يعني بحس ان انا شغلي ظاهر اكتر من اي عروسة تانية لو هي اساسا قرادية ما بتخطش طب انت تنسح البنات بايه اللي هم بيناموا اصلا بالميكاب لا لا خالص لا لا خالص انا بصي الحوار ده سيئ جدا اولا لو هننام بالمسكرة رموشك بتقع ام لو هننام بالكحر بيعمل هالات سودة ااا بلوس لو هننام بالفاونديشن هيعمل حبوب انت بتكلميني انا دلوقتي على فكرة انا بنام اصلا لا غلط غلط والله جدا انت جال تستفيد النهاردة منها جدا انا حسن حالة تاعتها اااا لا لا خالص اجيبي يا رسول او كده نادل لايزم اللي هو ميكاب ريموبيت طب ايه رسول هيت حابية وجهه للناس اللي بتطرج عليك دلوقتي من اصحابك من قريبك من اهلك من الكلينت اللي عندك اللي بيعمله عندك ميكاب لاك الكلينت طبعا انا بحبهم جدا تمام بجد وبحب اشتغل بحب اساسا الناس القوي اللي بتعامل معيها بلوس الناس بقال انا عرفها بشكرهم جدا انه هما قفيتهم جنبي سواء من بابايا او جوزي او كده يعني احنا بنشكرك جدا والله بس انا عايزين بقى نتفرج اللوك عايزين نتفرج الناس اللوك عالمودل بعد ما طلع كده عروسة زي الأمر فعايزينك تقول لنا بقى الحاجات الكتير اللي هي اللمية دي لازم اي عروسة في عروسة يعني والله انا عارف شخصيا في عروس ما بتحبش الجليتر انا من الناس اللي بساعة تفرحي مكنتش عايزة حط الجليتر خالص بس هقولك على حاجة هو بينطق جدا فعلا بمعنى الكلمة بحس ان هو بينور العين ولو العين ديئة بتحس انه بيفتحها او بيوسعها تمام اصلا انت عروسة ليلة في العمر هو هيحطيلك شمر الشمر اهدم الجليتر شوية بس ما ينفعش هعملك مط امتا بقى لو انت عايزة سموكي وبرضه موك هدخل في سنة جليتر عشان انت عروسة يعني مش هتبقي مطفية لازم حاجة تنورها شوية بلوص الهايلايتر الهايلايتر برضو مهمة جدا العروسة هم بيعمل اي بقى الهايلايتر؟ اشرح لنا كده بقى هقولك الهايلايتر بأولا احنا لازم نحطه في عماكن تكون مفهاش اي دفوق بمعنى ايه مفهاش حبوب ايه مفهاش حبوب لان الهايلايتر بيبرز يعني انا دلوقتي عندي حباية هنا حبتيت هايلايتر هنا الحباية عملت كده هم فهيني شكلادي ايه برضو ان هو بيبرز اي حاجة مناحطش فيها هايلايتر جامد لو الانف طويلة و الانف كبيرة ماشي ايه لو عايزين بقى نبرز حاجة مسلا حد مناخيرة ها صغنونة بنحط لها هايلايتر كسير بنحط هنا بنحط في طبعا في النقطي قدي طب المناخيرة ها كبيرة لا متحطش هايلايتر في المناخيرة ايه مثلا تحط حاجة بسيطة جدا بتبقى حاجة هنا حاجة نتطش كده لو عايز اتنور شوي تحط عند الدقن بس انا زي ما بقولك كده هو الهايلايتر حلو جدا بس ما يكترش الحاجة لما بتكتر بزيدها عن حدها بتقلب ضدها دي فعلا الهايلايتر حلو قوي وبيبرزي الميكب زي ما أنا عاملالها أنا حطالها هايلايتر بس إيه يعني حاجة بسيطة فأنا بحبه في الشغل بس برضو ما تبقاش عرص الموليد يعني عرص الموليد بوسي أحلى كلمة تختم بيها لكل البنات ما تبقوش عرايس موليد عشان ما تروح البيت ما تتفاجئش واللي معها ما تتفاجئش وانا كمانا كمانا بقول برضو نفس اللي محمد بيقول كل البنات ما تبقاش عرص الموليد آخر سؤال عايزة أختم بيه إيه اللي انت يعني بتطمحيه أو نفسك فيه يحصل في عشرين وحد وعشرين ده نفسي طبعا أشهر ميكب قرصت أصلا في مصر وطن العلوك آه بالضبط كده في العالم لو في العالم بس فنفسي أنجح قويب في اللي في المجال ده ونفسي حقق يعني ده أكتر حلم أنا بأنفسي حققه يعني طب إحنا برنامج الجريء الجميلة عمل لك كده يعني زي شكر شهدت شكر أن حضرتك نورتينا نهار تفضل مرسي نورة يا ضحة شكرا نحن جد بنشكرك على وجودك معنا مرسي جدا ونورتينا بجد بسهده يا جماعة الهواء بنشكر فيها خبيرة التجميل آآ إيمي حسن على وجودها معنا وعلى كمان النصائح الكتير اللي هي عملتها النهاردة وقالتها للناس نشكرت جدا يا ضحة دائماً بتوفيهم النجاح لنجاح كده مرسي حسن قوي مرسي يلا فاصل وبنرجع لك تاني مع خبيرة التجميل شروق الجواري ترجمة نانسي قنقر